قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجدني لما أريد أنا في السباق وأن ولحا أشارك فيك سباقات زيد أزيد المهارة وأهوى الإثارة أنا في الصدارة أشارك فيك سباقات زيد سباقات زيد مشاهدين الكرام وأطفال الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في برنامجكم برنامج درب التحدي ومعنا اليوم لقاء جديد مع ضيف فريد أهلا بك يا بني كيف حالك؟ الحمد لله حياك الله ما اسمك؟ سلطان عيسى أحمد خالد ناجل حداد ما شاء الله تبارك الله اسمك طويل ما شاء الله تبارك الله صف كم تدرس ما شاء الله؟ الرابع الابتدائي جميل جميل رائع جدا ما شاء الله تبارك الله هل أنت مستعد لمسابقت اليوم؟ تتوقع أنك تجيب الأسئلة كلها صحيحة؟ إن شاء الله بسم الله نبدأ مسابقتنا يا سلام في مادة الرياضيات متحمس يا سلطان؟ نعم بسم الله نأخذ السؤال الأول السؤال يقول ركز معنا يا سلطان إذا أراد أحمد زراعة أزهار حول حوض مثلث الشكل وكانت أبعاده واحد متر واثنان متر وثلاثة متر فما محيطه بالسنتيمترات؟ يعني ما محيط هذا الحوض؟ هل هي ستة سنتيمتر أم ستونة سنتيمتر أم ستمائة سنتيمتر؟ ها ما رأيك؟ الحوض مثلث الشكل وعبارة عن متر ومترين وثلاثة أمتار وكل متر ترفيله كم؟ في المئة سنتيمتر يصير محيط الحوض بالإجمال كم يكون؟ ستمائة سنتيمتر ستمائة سنتيمتر؟ متأكد من الإجابة؟ نضغط تأكيد؟ يا سلام ممتاز ما شاء الله تبارك الله سؤال صعب لكنك تجاوزته بنجاح بارك الله فيك أسأل الله نوفقك ممتاز والآن ننتقل إلى السؤال الثاني طيب السؤال الثاني يقول وقعت بطة في حفرة عمقها عشرة أمتار فكانت تصعد في النهار مترين وتهبط في الليل مترا فبعد كم يوم ستخرج البطة من الحفرة؟ هل بعد سبعة أيام أم تسعة أيام أم عشرة أيام؟ تسعة أيام لأنها إذا طلعت في اليوم هذا رح تقع متر يعني هي كل يوم تطلع مترين وتنزل متر تطلع مترين وتنزل متر فبعد كم يوم تقريبا تتوقع أنها تطلع؟ تسعة أيام ليش تسعة أيام؟ لأنها تطلع مترين وتطيح متر أيوه ممتاز طيب بعد تسعة أيام هتكون عدت تسعة متر طيب كيف هتوصل في الأخير أنها هتطلع من الحفرة في تسعة أيام؟ ليش ما طلعت في عشرة أيام؟ لأنها تطلع مترين وتقع متر يا سلام فهيصير في اليوم التاسع إيش هيصير؟ تطلع؟ أيوه هتطلع المترين اللي هو المتر الحق يوم التاسع والمتر الحق اليوم العاشر فيصير آيش آخر يوم مترين وصير إيش تطلع من الحفرة ممتاز نضغط تسعة أيام ونضغط تأكيد؟ أحسن يا سلام مبدع ما شاء الله عليك يا سلطان إجابة صحيحة أحسنت طيب هل مستعد للسؤال الذي يليه؟ إن شاء الله شوال أسرة صعبة سارت طيب السؤال الذي يليه يقول تسابق أربعة أصدقاء فأنهى خالد السباق بعد أحمد وقبل سعد وأنهى عبداللطيف السباق بعد خالد وقبل سعد فمن الفائز في السباق؟ هل هو أحمد أم عبداللطيف أم سعد؟ ها ركز هما أربعة أصدقاء خالد أنهى السباق بعد أحمد وقبل سعد وبعدين إيش؟ أنهى عبداللطيف السباق بعد خالد وقبل إيش؟ وقبل سعد فمن الفائز في السباق أحمد 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 متأكد طيب نضغط أحمد ونشوف الإجابة يا سلام أحسنت أحسنت رائع جدا لأنه ذكر أنه قبل أحمد بعدها قبل عبدالله بعد أحمد أنه ذكر في أنه عبداللطيف بعد أحمد فصار أحمد ما في أحد قبله فصار أحمد هو الفائز ممتاز جدا ما شاء الله طيب ننتقل للسؤال الذي يليه يقول السؤال مصنع فيه خط إنتاج طوله 150 مترا تتوزع عليه محطة كل 15 متر يعني كل 15 متر يوجد محطة إذا كانت المحطة الأولى في أول الخط فما عدد المحطات على طول الخط ها إيش رأيك؟ كل 15 متر يوجد محطة تمام؟ فإذا كانت المحطة الأولى في أول الخط فما عدد المحطات على طول الخط كامل هل هي 15 محطة؟ أم 20 محطة؟ أم 10 محطات؟ سؤال سهل جدا تعرف إيش اللي تسويه الآن تقسم 150 على 15 حيطلع لك الجواب سأنا ما أحق لك الجواب عشرة عشرة إجابة أخيرة؟ إن شاء الله نضغط 10 محطات ونضغط تأكيد أحسن يا سلام مبدع ورائع ومتميز ما شاء الله عليك الله يحفظك ويبارك فيك طيب نشوف الإجابات يلا ننتقل إلى الإجابات ما شاء الله تبارك الله أنهيت السباق بنجاح برصيد خمسة نقاط يا سلطان وأيضا حصلت على خمسة نقاط إضافية لسرعتك في الإجابات على مادة الرياضيات التي تعتبر يعني شوي بغالها إيش تحريك للذهن وتشغيل للمخ أسأل أن يحفظك وأن يبارك فيك وأن يوفقك في دراستك وفي كل المواد إلى هنا أعزائنا المشاهدين شكرا لحسن استماعكم ومشاهدتكم نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبلت التحدي وعزمي أكيد وأمضي بجد لي لما أريد أنا في السباق وأن ولحا أنا في السباق وأن ولحا أشارك فيك سباقاتي زيد أزيد المهارة وأهوى الإثارة أزيد المهارة وهو الإتارة أنا في الصدارة أشارك فيك